اشتركوا في القناة بنا تكلمنا عن اول محصول من محاصيل البزور الزيتية وكان دوار الشمس هنتابع النهاردة ايضا في الحلقة التانية عن باقي محاصيل البزور الزيتية اللي بنستخرج منها زيت بيستخدم في تغذية الانسان وتاني اهم هذه المحاصيل وهو فول الصوية وانتابع مع بعض هنبدأ ندرس فول الصوية زي ما درسنا دوار الشمس من بدايتنا للأهمية الاقتصادية وازاي بنتابع عمليات الزراع المختلفة وحتى الحصاد نتابع مع بعض ونشوف محصول الفول الصوية فول الصوية اول نقطة هنتكلم فيها وهي الأهمية الاقتصادية وزاي ما اتفقنا فكر وشوف المحصول ده مهم بالنسبة ليه ايه النقطة او الحاجة اللي انا بستهلكها فيه اولا بزور فول الصوية بتستخدم في الوجبات الغذائية تماما زي الفول البلدي في الصين وكوريا واليابان عشان كده هو محصول مهم اقتصاديا ثانيا بيدخل الفول الصوية في صناعة الهمبرجر بديل عن اللحوم لان فيه بروتين عالي جدا زي ما هنتابع ونشوف مهم اقتصاديا ايضا فول الصوية لان بيتم منه صناعة السمن النباتي اضافة طبعا الى ان هو محصول اساسي فيه انتاج الزيت مش بس كده بتدخل اهميته الاقتداء ايضا فيه ان بزور الجافة بيتم طحنها وبتخلط مع دقيق الامح عشان اصنع الخبز والزيت الناتج طبعا بيستخدم فيه تغذية الانسان والقزب الناتج عملية العصر بيستخدم فيه تغذية الحيوانات والدواجن وده اساسي بيكون مكون اساسي فيه عليقة الدواجن ونسبة البروتين في البزور بتوصل الى 40% ونسبة الزيت الى 20% طبعا بروتين الفول النباتي فول السوية بتكون قيمة حيوية عالية جدا وبيحتوع لاغلب الاحماض الامنية والاساسية لدرجة انه بيقارب البروتين الحيواني في القيمة الغذائية الخاصة به يكده فول السوية بيستخدم كبروتين عالي جدا نسبة البروتين قلنا بتوصل الى 40% دي كاهمية اقتصادية للفول السوية فلو جالك ايضا سؤال مباشر اذكر الاهمية الاقتصادية ببعارف استخدامات فول السوية وضعها ايه طب تعالوا نشوف مع بعض التوزيع في مصر يعني الاماكن اللي بيتم زراعتها من فول السوية المساحة المتزرعة من الفول السوية كاحد المحاصيل الهامة من محاصيل البزور الزيتية بتبلغ المساحة سنويا حوالي 55 الف فدان معظمها بيتركز في محافظات المينيا وبان السويف والمنوفية والبحيرة والغربية الوصف النباتي طبعا نبات حولي عجبي حولي يعني ليه موسم نمو صيفي او شتوي طبعا هو من المحاصيل الصيفية زي ما هنتابع ونشوف ولكن في الاول وفي الاخر هو نبات عجبي بيتبع العائلة الباقولية طبعا العائلة الباقولية ده باب كبير درسناه في الفصل الدراسي الاول كان خاص بمحاصيل البزور الباقولية اللي منها الفول البلدي والعادس والحمس والترمس والحلبة وفول المنج وقالنا طالما من العائلة الباقولية هنلاقي الجدر بيحتوي على عقاد بكتيرية بتقوم بدورها بتثبيت الزوت الهواء الجوي فبتحول النيتروجين الهوائي الى او الغاز الضارده الى عنصر غذائي يفيد النبات ويفيد الطربة يعني معنى كده انه هيزود خصوبة الطربة فاول منقول ان فول الصوية يتبع العائلة الباقولية لازم يجيب بزهننا بعض الامور اللي درسناها في الفصل الدراسي الاول الخاصة بها العائلة الباقولية او عائلة او المحاصيل البزور الباقولية ففول الصوية كواصف نباتي نبات عشبي بيتبع العائلة الباقولية وناخد بنا ندور الشمس اللي درسنا في الحلقة السابقة كان يتبع العائلة المركبة نتابع مع بعض الجدر في فول الصوية جدر اصلي وتدي متعمق في الطربة ممكن يوصل الى عمق 150 سنطي تقريبا بيتفرع طبعا الجدر الى جزور اولية وسنوية بتتكون عليها العقد البكترية اللي احنا اتكلمنا عليها صاق فول الصوية صاق قائمة زي دوار الشمس كده صاق قائمة عشبية استوانية يتراوح طولها ما بين 50 الى 120 سنطي طبعا دوار الشمس لو نفتكر كان بيوصل من متر الى 3 متر هنا متفرعة بيختلف درجة التفرع على حسب الصنف اوراق فول الصوية بتكون اوراق مركبة سلاثية لها عنق طويل عليها زغب قليل الورايقات بتكون ورقات بيضوية الازهار بتكون صغيرة جدا زهرة ابطية لونها بيختلف ما بين الازرق والابيض طبعا حسب الصنف والزهرة بشكل عام زهرة فراشية الصمرة طبعا نفتكر ايضا في محاصيل العائلة او البزور البكولية ان الصمرة دايما بتكون اورن ودي صفة من الصفات العامة المميزة للعائلة البكولية الصمرة بتكون صمرة اورن زي ما شايفين معانا في الصورة الارن بيتراوح طوله ما بين 2 الى 10 سنطي عرضه بيوصل الى 2 سنطي عليه زغب لون الزغب ده بيختلف من الابيض الى البني حسب الصنف وكل ارن طبعا بيتكون فيه من بزرة الى 3 بزور كل بزرة قروية الشكل او بيضية لونها او حجمها بيختلف حسب الصنف طب تعالوا نشوف اصناف فول الصوية الاصناف المنزرعة طبعا تحت الظروف المصرية عندنا في الاراضي الجديدة جيزة 35 وجيزة 111 جيزة 35 جيزة 111 ما نخلطش فيه الاسماء لان دوار الشمس كان فيه من ضمنهم سخة وكان فيه جيزة جيزة 102 هنا الاصناف فيه فول الصوية في الاراضي الجديدة جيزة 35 جيزة 111 في الوجه البحر جيزة 21 وجيزة 35 في الوجه الابلي ومصر الوسطى بزرع اصناف جيزة 22 جيزة 35 جيزة 111 فيه بعض الخصائص بتميز محصول فول الصوية عن باقي محاصيل البزور الزيتية تعالوا نشوف مع بعض كل خاصية من دول في فول الصوية اولا فول الصوية ليه قدرة كبيرة على تكوين العقد البكترية على عكس المعتاد احنا درسنا الفول البلدي والعدس والحمص والترمس والحلبة وفول المانجيكا احد المحاصيل البزور الباقولية في الترم الاول واتكلمنا عن تكوين الجدور لما يصم بالعقد البكترية وان العقد البكترية دي لما بتنشط فيها البكترية بتعمل تثبيت الزيت الهواء الجوي فهنا اول ميزة بقى احنا بقول فول الصوية يتبع العائلة الباقولية فلو هنيجي سؤال مباشر اذكر الخصائص المميزة لفول الصوية افتكر فول الصوية بياتبع العائلة الباقولية فاول خاصية فيه ان عنده مقدرة عالية جدا على تكوين عقد بكترية ومن ثم هيعمل على تثبيت الزيت الهواء الجوي وبالتالي هيزود خصوبة الطرب دي نقطة لازم نكون فاهمينها ووعينها فاول خاصية عندنا من خواص الفول او الخواص المميزة لفول الصوية وهو قدرته العالية على تكوين العقد البكترية تاني نقطة طبيعة النمو القائمة والمقاومة للرقاط النبات قلنا في الصاق بيوصل الى متر المتر ده او النبات طبيعة نمو بتكون قائمة ومقاومة للرقاط تالت خاصية مميزة لفول الصوية وهي خاصية الاصمار المرتفع نسبيا على السك فبيكون الفاقد قليل عند الحصاد الآلي دي ميزة ننتبه لها في فول الصوية الاصمار بيكون مرتفع فيه فبيكون الفاقد قليل مش بس كده من ضمن الخصائص ايضا مقاومة للانفراط عند الندق احنا هتقابلنا مع محاصيل البزور الزيتية واحنا بندرس هنتبه في وقت الحصاد مثلا محصول زي السمسل من محصول اللاحق ان شاء الله في دراستنا ليه بيحصل انه لما بيجف الكابسولة بتتشقق فبيحصل انفراط للبزور اللي داخل الكابسولة اللي داخل القرن هنا طبيعة الفول الصوية سبحان الله ما ضمن الخصائص المميزة ليه انه بيقاوم لانفراط عند الندق لما بيحصل الندق بيكون القرن محتفظ بالبزور بتاعته خامسا نسبة البروتين والزيت مرتفعة في البزور نسبة البروتين وده اللي بيخليه قلنا كبروتين نباتي بيضاهي البروتين الحيواني لدرجة انه بيدخل في صناعة الهامبورجر عايزين نربط كل الكلام ده مع بعضه كاهمية اقتصادية وكخصائص للنبات او للمحصول زي ما بندرسه فول الصوية من ضمن خصائص المميزة لنسبة البروتين فيه عالية ونسبة الزيت ايضا عالية قلنا البروتين 40% والزيت 20% زي ما تكلمنا فيه الاهمية الاقتصادية سادس نقطة في خصائص الفول الصوية وهي انخفاض نسبة حامض اللينولين او اللينولينك في الزيت الى 3 او 5% طيب انا مزارة وعايز ازرع فول صوية في الغيطة عندي لازم اعرف التربة الملأمة لزراعة فول الصوية عندنا طبعا فول الصوية بيجود في الاراضي الطينية الطمية والسفراء الخزبة محصول بطبيعة الحال بزود خصوبة التربة ولكن عشان احصل على انتاج عالي فيه لازم ازرعه في اراضي طينية طمية واراضي سفراء خزبة اقدر ازرعه طبعا في الاراضي الرملية بس اعتني بالري والتسميد ودي نقطة غاية في الاهمية اقدر ينفع النباتي اجود زراعته في الاراضي الرملية ولكن مع الانتباه ان انا اعتني بالري والتسميد خط عريض ومعلومة هامة جدا لا تنجح زراعته على الإطلاق في الأراضي الملحية والقلوية وسيئة الصرف وننتبه للكلام ده في موضوع لأسئلة لزي صحة وغلط واختيار من المتعدد فننتبه ليها أنا بتزيرها في الأراضي الطميئية الأراضي الخزبة أقدر زراعة في الأراضي الرملية بس اعتني بالرأي والتسميد ولكن إوعى تزيرها في أراضي ملحية أو أراضي قلوية أو أراضي سيئة الظرف لا تنجح زراعته على الإطلاق تعالوا نشوف مع بعض الاحتياجات المناخية درجة الحرارة الملأمة للنمو نبات فول الصوية متوسط درجة الحرارة للنمو من 25% للتلاتين درجة مقوي نفتكر في دوار الشمسي كانت من 20% ل25% درجة النمو الملأمة كانت درجة الحرارة المناسبة من 20% ل25% أما هنا في فول الصوية كأحد أهم محاصيل البزور الزيتية متوسط درجة الحرارة من 25% للتلاتين لو ارتفعت درجة الحرارة هتنخفض نسبة الزيت وكمان صفاته هتكون رضيئة ناخد بالنا هو محصول صيفي ولكن في حالة ارتفاع الحرارة الزيت نسبته هتنخفض وصفاته هتكون رضيئة طيب الدورة الزراعية في فول الصوية فول الصوية أنا بزرعه بعد محاصيل شتوية باكولية وأيضا ممكن محاصيل حبوب شتوية وبنجر السكر طبعا بنجر السكر كأحد المحاصيل اللي درسناها في الترم الأول من المحاصيل السكرية الهمة وقلنا عليه محصول شتوية فلو أنا زرع غيتي بنجر السكر أقدر بعد البنجر أزرع فول صوية عادي أول أنا زرع محصول باكولي شتوية زي الفول أو محصول من محاصيل العلف زي البرسيم أي محصول شتوية أو محصول حبوب شتوية أيضا زي الأمح أقدر أزرع بعد منه الفول الصوية لأنه محصول صيفي محصول صيفي فبزرعه بعد محاصيل حبوب أو بعد بنجر السكر أو بعد محاصيل باكولية شتوية ناخد بالنا في الدورة الزراعية الخاصة بفول الصوية طيب المعاد المناسب لزراعة فول الصوية بما انه محصول صيفي هتفضل زراعته طبعا في اول ابريل حتى نهاية مايو هنا عكس دور الشمس دور الشمس كان فترة كبيرة من شهر مارس الى شهر سبعة فقالنا فيه عروات عروة صيفي مبكرة عروة صيفي عروة نيلي اما هنا معاد الزراع المناسب لفول الصوية اول ابريل يعني اول شهر اربعة معايا اقدر ازرع لحد نهاية شهر خمسة فول الصوية احمله اقدر ازرع وتحميل على الزرع الشمية ويريت لما ازرع فول الصوية ازرع وتحميل لو انا اتأخرت في الزراعة ببتدي ازرع فول الصوية تحميل على الزرع الشمية وهنعرف ليه قدام نشوف بقى مع بعض طريقة الزراعة المناسبة لزراعة فول الصوية اولا محصول فول الصوية من المحاصيل الحساسة لمية الري عشان كده لما اجي اختار طريقة من طرق الزراعة لازم ازرع نظام ري مزدوج نظام ري مزدوج يعني ايه؟ اول حاجة كطريقة من طرق زراعة فول الصوية وهي طريقة العفيد على خطوط الري المزدوج بحرط كويس بعمل عملية تزحيف بخطط الارض بتاعتي اتنشر خط فيه لصبتين ثم اروي ريا كدابة يعني ايه ريا كدابة؟ يعني ما زرعتش ريا كدابة يعني انا ما زرعتش ما حطتش بزرة في الارض ورويت فبالتالي بعد ما اجهز الارض بتاعتي وازحفها وخططها واروي ريا دي اسمها ريا كدابة لها طبعا اهداف من اهمها التخلص من الحشاش وهنشوف مع بعض بعد كفاف الارض بيتم الزراعة على جانبي الخط فيه التلت العلوي من الخط على جور ما بين كل جورة والتانية 15 سنتيمتر وبحط في كل جورة من 3 ل 4 بزور وانتبه هنا البزور او التقاوي تكون ملقاحة بالعقادين بعد كده بغطي بالتراب بتاعي وبروي ريا على الحامي مباشرة ليه ريا على الحامي؟ لانه ان المحصول ايضا حساس للريا او حساس للمية فراي على الحامي هدي كمية مياه كبيرة في وقت قليل ده مفهوم الراي الحامي والبزرة لازم تكون ملقاحة بالعقادين ده شرط من ضمن الشروط في محاصيل العائلة الباكولية كلها عشان احصل على انتاج عالي وانبات جيد واضمن ان كل نبات هيكون جدر كبير ويعالي عقد بكتيرية تزود لخصوبة التربة نتيجة تزدت لهواء الجوي لازم القاح التقاوي بتاعتي او البزور باللقاح الخاص بيها زي ما اتفاقل ان كل محصول بقولي له لقاح بكتيري خاص بيه ما ينفعش اي محصول او اجيب لقاح الفول البلدي اه القاح بيه الفول الصوية ما ينفعش كل محصول ليه لقاح زي ما درسنا في الفصل الدراسي الاول في دي نقطة غاية في الاهمية ده نقطة عفير في خطوط كريم مزدوك كتاب تاني طريقة من طرق الزراعة وهي طريقة عفير او طريقة حيراتي على خطوط ما درسنا عفير تعالوا نشوف الحيراتي طبعا الحيراتي درسناها في الصف الاول ان هي زراعة رتبة زراعة رتبة تعالوا نتابع مع بعض الحيراتي على خطوط بحرت وبزحف وبخطط وبروي برضو ريا كدابة ولما بتكون رتوبة الارض مناسبة للزراعة بزرع في جور او سرسبة على رشتين الخط من اليمين والشمال وبغطي بالتربة الرتبة بعد كده بالتربة الجافة وراعي طبعا عدم الضغط عند التغطية علشان الانبات الهوائي ليل بزور اتكلمنا عن تحميل فول الصوية على الزراعة الشامية تعالوا نشوف مع بعض بيتم ازاي وبأنهي طريقة وبأنهي وسيلة وليه فنقدر ازرع فول الصوية محمل على خطوط الزراعة الشامية بكذا نظام يعني اما هزرع خطين فول صوية واربع خطوط زراعة الشامية نركز مع بعض خطين فول صوية واربع خطوط زراعة الشامية زي ما واضح في الصورة او تلاتة 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 خطوط فول صوية بعد كده تلات خطوط زراعة الشامية او اعكس المرحلة الاولى واعمل اربع خطوط فول صوية وخطين زراعة الشامية فقط بنقول لتبادل المنفعة بين المحصولين ايه المنفعة اللي ممكن نشوفها ما بين ايه الفول الصوية ومحصول الزرا فول السوية بيثبت الأزوت لأنه محصول من محاصيل العائلة الباكولية اللي جدوره بتحتوي على وقت بكترية بتعمل على تثبيت الأزوت فبالتالي هيزود خصوبة التربة وهيغزي محصول الدورة الشمية لأن الدورة الشمية بالعكس خالص من المحاصيل العائلة الناجلية يعني مجهد للتربة فكوني أزرع الاتنين مع بعض هتحصل تبادل منفعة عن أني أزرع كل محصول على حدة لو أزرعت الفول السوية لوحده درجات الحرارة العالية هتقلل وتعمل انخفاض لنسبة الزيت فالدورة وجود الدورة معاه هيعمل تقليل لدرجات الحرارة زي الظل دي فايدة أن الدورة يكون موجود مزروع مع فول السوية طب فول السوية هيفيد الدورة إزاي؟ قلنا الدورة مجهد للتربة محصول ناجيلي بيهد حيل الأرض فعندي فول السوية بيزود وبيدي خصوبة وبيكون نيتروجين في قلب التربة فهتحصل تبادل المنفعة من هنا محصول فول السوية هيدي غزاء لمحصول الزورة الشمية والزورة الشمية هيكسر حدة ارتفاع درجات الحرارة اللي بتخلي صفات الزيت رضيئة ويبتنخفض أيضا نسبة الزيت في البزور كناتج نهائي طب أنا الفدان عشان أزرعه كمية التعاوي اللي أنا محتاجها لزراعة فدان واحد من فول السوية أحتاج من 30 ل40 كيلو جرام للفدان الواحد تقاوي من البزور النتجة من محصول الموسم السابق مباشرة يعني التقاوي ما تكونش قديمة مخزنة سنتين أو ثلاثة لا المحصول السابق محصول بتاع السنة اللي فاتت أقدر أخذ منه تقاوي أزرعها هالسنة دي نسبة الإنباد بتقلي لو أنا استخدمت تقاوي أديمة دي نقطة برضو غاية في الأهمية لازم نكون فاهمينها أنا ليه باستخدم تقاوي من السنة اللي فاتت مش من السنة اللي قابلها لأن نسبة الإنباد بتقلي في التقاوي الأديمة اللي مخزنة اللي مركونا بقالها فترة ليه؟ لأن نسبة الزيت بترتفع في البزرة مع التخزين ناخد بالنا من المفهوم ده التلقيح البكتيري طبعا درسنا دراسة وافية جدا في الترم الأول نتكلم فيها برضو دلوقتي فول الصوية طبعا من المحصيل الباكلية اللي بتستجيب للتلقيح البكتيري ولما بعمل تلقيح بكتيري لبزور فول الصوية قبل زراعتها الانتاج بيزيد حوالي 20% زيادة الانتاج بيزيد لو أنا عملت البزور بالتلقيح البكتيري لو عندي غيط عملت البزور في التلقيح البكتيري الانتاج يزيد 20% طب الغيط اللي أنا زرعت التقاوي على طول من غير معامل المعاملة دي معاملة التلقيح البكتيري وافية طبعا الشروط بتاعتها زي ما هنشوف دلوقتي الانتاج بتاعي هيبقى انتاج عادي ففي حالة التلقيح البكتيري المحصول بيزيد لحوالي من 16% ل 25% ولازم استخدم العقادين المناسب للفول الصوية زي ما اتفقنا لكل محصول لقاح بكتيري خاص به وانتبه للشروط اللي كانت واجب توفرها أثناء عملية التلقيح نفسها ما يكونش فيه تعرض للحرارة المباشرة أو الشمس أشعة الشمس المباشرة يكون في مكان مزلل التلقيح يتم في نفس يوم الزراع يعني أخلص عملية التلقيح اللي هي خلط التقاوي على التقاوي المنداب المية مع اللقاح البكتيري اللي محطوط عليه محلول صمغي والتقليب بشكل جيد الكلام ده يتم في نفس اليوم ويتم في مكان مزلل ويتم الري ويتم الزراع في نفس اليوم والري دي شروط كان لازم ناخد بالنا منها وإحنا بنعمل عملية التلقيح الكلام ده لو تم صح هيحصل انتاجية عالية توصل لنسبة 25% عملية الترقيح أيضا بيتم الأماكن الخالية بعيد زراعتها تانية الأماكن الغيبة بعد تمام ظهور البدرات يعني بعد مرور 15 يوم من الزراعة بيكون كل بزرق أنا زرعتها المفروض تكون تم إنباتها فأمر على الغيد بتاعي حصل غياب ويأماكن خالية كتير أبتدي أعمل عملية الترقيح عملية الخف بنتظر لحوالي 21 يوم بعد ثلاث أسابيع ببتدي أعمل خف كل جورة بسيب من نباتين ثلاثة بالجورة وبخف النباتات على المسافات من 4-5 سنتي لو أنا زارع زراعة سرسابة مش في جور التسميد طبعا تسميد فول السوية في الأراضي القديمة بحتاج 150 كيلو جرام سوبر فوسفات أثناء تجهيز الأرض للزراعة تفعنا أن كل محاصيل البزور الباكولية أو كل محاصيل البزور الزيتية هنسمدها بالسوبر فوسفات أثناء عمليات الخدمة أثناء عمليات تجهيز الأرض للزراعة فأنا في الأراضي القديمة هاديف 150 كيلو جرام سوبر فوسفات وأضيف معهم 15 كيلو أزوت كيلو جرام أزوت عند الزراعة كجرعة تنشطية لأنه محصول باكولين طيب في حالة عدم تكوين العقد الجزرية بزود الأزوت شوية إلى 61 أزوت للفدان على دفعتين قبل الرأية الأولى وقبل الرأية التانية طيب في الأراضي الجديدة قلنا أراضي فقيرة في المادة الغذائية فبزود سوبر فوسفات بدل 150 كيلو بزود إلى 300 كيلو جرام سوبر فوسفات أثناء تجهيز الأرض للزراعة مضيف على اليوم 20 كيلو جرام أزوت عند الزراعة كجرعة تنشطية وبرضو في حالة عدم تكوين العقد الجزرية بضيف 80 وحدة بضيف الضعف طبعا في الأراضي الرملية أو الأراضي الخفيفة أو الأراضي الجديدة على 4 جرعات متساوية ومنساس سلفات البوتاسيوم عند ضرية المحياة 50 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم عند ضرية المحياة تسمية بالعناصر الصغيرة طبعا مهم جدا زي ما اتكلمنا في حالة نقص العناصر الصغيرة بالأراضي العديمة أو في حالة الزراعة بالأراضي الجديدة إذا كانت أراضي رملية أو أراضي جرين بروش إزاي بروش فول الصوية بمخلوط زينك وحديد ومانجانيز دي كلها عناصر مخلابية بنسبة 40 إلى 60 إلى 40 جرام للفدان الواحد بالمواد المخلابية يعني 40 جرام زينك المخلوط الواحد زائد 40 جرام حديد مخلابي زائد 40 جرام مانجانيز مخلابي طبعا لو أنا هستخدم كابريتات هذه المحاصيل يعني سلفات زينك مش هستخدم بقى زينك مخلابي أو حديد مخلابي هستخدم سلفات زينك وهي سلفات حديدوز وهي سلفات منجانيز هضيف 3 جرام لكل لتر من السلفات دي على المحلول اللي أنا برش به فول الصوية بشكل عامل فدان في الرشة الأولى بيحتاج 200 لتر 200 لتر مية عليهم الخلطة اللي فاتت وبعد 6 إلى 7 من الزراعة بتكون الرشة الأولى عشان يكون عندي نبات أو يكون عندي أوراق حقاقية تقدر تستقبل المحلول وتمتص العناصر من المحلول كعنصر غزائي الرشة الثانية بتحتاج ل300 لتر مية بعد 15 يوم من الرشة الأولى يعني فارقوا سبوعين دايما بين الرشة الأولى والرشة الثانية عشان يكون في استفادة عظمى من العناصر اللي احنا كنا بنتكلم فيها فهنتبه في العناصر الصغرى إلا لو هو زنك مخلابي حديد مخلابي مانجنيز مخلابي ولا كابريتات العنصر يعني سلفات زنك سلفات مانجنيز سلفات حديدوز انتبه في الجرامات والمعدلات اللي احنا تكلمنا عليه الرشة عمتا قلنا فيه شروط برضو بنتتبعها يكون قابل غروب الشمس أو في الصباح الباكر عشان موضوع ارتفاع درجة الحرارة ده وامتصاص الأوراق للمحلول ريفول الصوية من المحاصيل الحساسة للمية عشان كده لازم أروي على الحامي وشرحني عن ايه رية على الحامي بد كمية مية كبيرة في وقت قصير ولازم أبكر في رية المحياة بحيث تكون رية خفيفة أو رية تجرية بعد مرور عشر تيام من الزراعة في الأراضي الطنية أو بعد خمس إلى سبع أيام في الأراضي الجديدة وبعد كده أولي الرية كل خمستاشر يوم الحشائش فيه محصول فول الصوية كالعادة بتنتشر بما أنه محصول صيفي بتنتشر فيه محاصيل حشائش حولها زي الشبيط وبركبة والرجلة أو ممكن أشوف الغيط عندي حشائش معمرة زي العليك والنجيل والسعد وبشكل عام طبعا أنا بعمل عملية العزيق عشان أتخلص من الحشائش دي ومع العزيق مرتين إلى ثلاث مرات بيحصل تدعيم للنباتات في قلب الأرض بعد آخر عزقة وبستخدم برضو مبيدات موصبها للمعاملة مع الحشائش النجيلية المعمرة علامات النطج والحصات في محصول فول الصوية الغيط بتاعي عشان أعرف هو نضج ولا لأ فول الصوية بينضج بعد حوالي 120 يوم من الزراعة طبعا عكس دور الشمس لو نفتكر كان 3 شهور ونقدر نحصد هنا 4 شهور موسم النمو الخاص بفول الصوية وفي بعد طبعا الأصناف بتكون مبكرة عن كده بتوصل إلى 100 يوم وقدر أحصد المحصول بتاعها علامات النطج في فول الصوية الأوراق معظمها بيصفر وبتتساقط ولون القرون بيتحول إلى اللون البني زي ما ظاهر معنا في الصورة بيتم بقى تقليع النباتات وبيتم نقلها إلى الجرن في نفس اليوم وبتترسف شكل حزم مع التقليب كل يومين علشان القرون تجف دي الحصات بيتم بالتقليع في فول الصوية زي ما اتفقنا بعد المرور 3-4 أيام مع التقليب كل يومين بدرس بعد تمام الجفاف وبعد كده عامل عامية الغربلة بعناية لفصل الشوائب والطين من البزور الفدان طبعا ككمية محصول قادر الفدان الواحد بيديني من 700 كيلو إلى 1500 كيلو جرام من البزور الجافة ده طبعا على حسب الصنف وتاريخ الزراعة ونوع الطربة ومعاد الزراعة عندنا أخطاء فنية في زراعة فول الصوية زي الأخطاء اللي مرت علينا في دوار الشمس فول الصوية زيادة كمية مية الراي عند الزراعة بالطريقة العفير ده خطأ بيقلل نسبة الإنبات تأخير راية المحياة في الأراضي الجيرية ده بيقلل خطأ بيقلل نسبة الإنبات الزراعة السطحية وكذلك الزراعة العميقة وتأخير راية المحياة في الأراضي الرملية ده بيقلل نسبة الإنبات اخطاء لازم ننتبه ليها وما نقعش فيها. والتأخير في الحصاد بيسبب انفراط للبزور عند النطج وبتقل حيويتها. التأخير في الحصاد بيعمل انفراط للبزور وبتقل حيويتها. كده في القسطوية نراجع على اهم النقاط فيه ان هو محصول زيت يصري فيه بيتبع على عائلة الباكولية. الزيت الناتج طبعا بيستخدم في تغذية الانسان. بيزرع في الجبرة على خطوط وبيجود في الاراضة الطينية الطمية وصفراء الخزبة وبيسمت بالسبر في صفاته عند خدمة الارض للزراعة والسماد اللي ازوتي باضيفه على دفعتين بعد الخف. وبزور فول الصوية حساسة للريد دي نقطة يعني لازم انتبه ليها في محصول فول الصوية. عشان كده يجب زراعته بالطريقة الحراتي الحصاد بيتم تأليع. كده تاني محصول عندنا من محاصيل البزور الزيتية تم دراسته بشكل اكاديمي تفصيلي ياريت ننتبه فيه. تعالوا ننتقل بقى لتالت محصول معانا من المحاصيل البزور الزيتية. كده درسنا دوار الشمس وفول الصوية تعالوا نشوف مع بعض السمسم. السمسم محصول من محاصيل البزور الزيتية يعني لما نيجي نتكلم عن الاهمال الاقتصادية الخاصة بالسمسم. هنشوف بعض النقاط اهمها استخراك الزيت من البزور. طبعا السمسم هيتقف في صناعات تانية ولكن دايما كده انت عارف ان ده محصول بزور زيتية. فالاهمال الاقتصادية بتاعتها تنخصر في ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض الاهمال الاقتصادية لمحصول السمسم. اول حاجاته استخدم البزور في صناعة الطحينة والحلاوة الطحينية والحلوة. طبعا زهنيا كده الانسان من غير دراسة عارف ان السمسم مرتبط بالحلاوة الطحينية او الطحينة. فدي اول نقطة في الاهمال الاقتصادية. تاني حاجة اقدر استخدم واستخرج زيت من البزور ويسمى زيت السرج في الطبخ وبعض المواد الطبية. الزيت هنا هنا اسمه تجاري اسمه زيت السرج. لو ناخد بالنا لما درسنا القطن قلنا الزيت بتاعه كان اسمه زيت الفرنساوي. ولما درسنا الكتان محصيل الالياف اقدر ااخد برضو بزور الكتان زيت وقلنا عليه الزيت الحار. تعالوا هنا في السمسم اللفظ التجارع والاسم المطلق على الزيت المستخرج من بزوره. اسمه زيت السرج ناخد بالنا. دي موضع اسئلة كتير اكمل واختار من متعدد. هنشوفها مع بعض في الترم ده. الزيت اسمه زيت السرج. دي تاني اهمية اقتصادية لمحصول السمسم. ثالث حاجة الكذب اللي هو نتج عملية العصير بيستخدم فيه تغذية الحيوانات والدواجن. الاوراق طبعا بتستخدم فيه تحضير بعض الادوية الشعبية. وبتتراوح نسبة الزيت في الاصناف المصرية من 55 الى 60%. هنا نسبة الزيت عالية قوي في السمسم. بعكس المحصيل احنا قلنا فيه دوار الشمس كانت بتوصل الى 40%. قلنا وصلت في الفول السوية الى 20%. تعالوا هنا في السمسم نسبة الزيت بتوصل الى 60%. نسبة الزيت عالية جدا والزيت المستخرج اسمه زيت السرج. عشان كده نلاقي اي مكان بيتاجر فيه الطحينة او منتجات السمسم بنسميه سرجة. سرجة جاية من لفظة اسم الزيت زيت السرج. تعالوا نشوف مع بعض التوزيع في مصر زراعة السمسم في مصر. في حوالي 62.6 فدان بتتركز معظم المساحة او 70% منها في محافظة انا والمينيا والاسوان. بعد كده بيجيهم محافظة الاسماعيلية والشرقية والفيوم ويسوهاج. نبات السمسم كواصف نباتي كجزء عملي. نبات عشبي قائم ايضا بيتبع العائلة السمسمية من الاسم نقدر نكتشف اسم العائلة. دور الشمس قلنا العائلة مركبة اما فول الصوية كان العائلة قلبة قولية. هنا السمسم من العائلة السمسمية. الجزر جزر وتدي متعمق في التربة يوجد عليه صفين متقابلين من الجزور السنوية. ساق السمسم زي ما واضح معنا في الصورة ساق قائمة مضلعة المقطع سواء اربع مقاطع او تمن اضلع مغطى بشعيرات ملساء. الاوراق ورقة السمسم الورقة السفلية عريضة غير مسننة معنقة وترتيب الاوراق بيكون في شكل متقابل في الجزء السفلي وبعد كده بيكون شكل متبادل او حلزوني في الاعلى. الازهار بنسبة زهرة السمسم زهرة ابطية انا بتطلع في ابط الاوراق وتكون فردية او ثلاثية لونها بيكون ابيض او اصفر او ارنفليا او احمر وده بيكون على حسب الصنف. السمرة زي ما واضح معنا هي كابسولة فيها من اتنين لاربع مساكن. كابسولة فيها مسكنين او اربع مساكن. كل مسكن بيكون مكون من حجرتين كل حجرة فيهم موجود صف من البزور الصغيرة فيها الحجم زي ما واضح معنا في الصورة تخيل. معايا شكل الارن او الكابسولة هي اسمها كابسولة. بيكون فيها حوالي اربع مساكن كل ما كان فيه حجرتين كل حجرة فيها صف من البزور بيكون حجمها صغير الحجم. بزور السمسم طبعا صغيرة في الحجم جدا بيضية الشكل لونها بيختلف حسب الصنف فيه الابيض فيه الاحمر. السمار بتكون غير متفتحة او متفتحة عند الجفاف بعد النطق بيكون لها اربع مصاريع. اصناف السمسم طبعا زي ما شايفين لون البزور فده نتيجة اختلاف الصنف. اصناف السمسم بتنقسم بشكل عام. فيه اصناف منفرطة واصناف غير منفرطة. وايضا فيه اصناف بيضة وفيه اصناف حمرة. وكل حاجة لها سعرها او لها سوقها. بشكل عام اهم الاصناف اللي بيتم توزيحها على المزرعين في مصر. صنف اسمه جيزة اتنين وتلاتين. ده بزور ولونها كريمي وهي محصولة فدان بيوصل الى اربع اردب. صنف اسمه تشكة واحد والاصناف دي مهمة ونركز فيها عشان ممكن تيجي في صيغة اكمل. او انسب هذه الاصناف الى محصولها. يعني ممكن اجيب لك اسم الصنف في سؤال وقولك انسبه الى المحصول الخاص بيه. فممكن اجيب لك تشكة واحد. فانت المفروض تفتكر ان تشكة واحد ده صنف خاص بمحصول السمسم. ناخد بالنا من الالقاب دي جيزة مية واثنين يبقى تنسيبه لدوار الشمس. فناخد بالنا في الاصناف موضع اسئلة في الامتحان. جيزة اتنين وتلاتين لونه كريمي. تشكة واحد لون البزور كريمي فاتح ومحصول الفدان بيوصل لحوالي سبعة اردب. يعني انتاجية التشكة واحد ده عالية. صنف شندويل تلاتة ده لونه ابيض محصول الفدان بيوصل لسبعة اردب انتاجيته عالية. شندويل تلاتة ناخد بالنا وتشكة واحد. شندويل تلاتة دي موضع اسئلة في الامتحان كل عام تقريبا. فننتبه للناس اللي بتنتبه او بتتعامل على ثقافة الامتحان. لكن احنا عايزينك تكون فني ماهر. فاهم ايه الصنف للمفروض. هتجيبه وتزرعه. انتاجيته تكون عالية. يكون مقاوم لامراض معينة. ينفع معك في درجة الحرارة او الوضع المنطقة اللي انت عايش فيها. ده الهدف من دراستك للاصناف. مش بس ثقافة الامتحان عشان تنجح او تاخد شهادة. التربة المناسبة لزراعة السمسم. تجود زراعته طبعا في جميع انواع الاراضي. ما عادة الاراضي الملحية او القلوية. احتاجاته المناخية بيحتاج لجو دافي. هو ايضا محصول صيفي. بتروع متوسط درجة الحرارة المسلع للانبات والنمو من 25 ل27 درجة مقاوية. ما عاد زراعته بما انه محصول صيفي. فبيزرع خلال شهر 4 و 5 ابريل و مايو زي فول الصوية. الموقع في الدورة الزراعية. بزرع السمسم ببقى انه محصول صيفي بعد محاصيل شتوية زي الامح او الشعير او محاصيل علف شتوية ايضا زي البرسيم المصري. او العادس كمحصول باكولي او بنجر السكر كمحصول من محاصيل السكر الشتوي. هو محصول السكر الشتوي الوحيد هو بنجر السكر. لان اصب السكر محصول معامر زي ما اتفقنا في دراسته سابقا. ام نقطة في السمسم ان انا زي دوار الشمس كده لو نفتكر ما ينفعش اقرر زراعته في الارض الى بعد سنتين او ثلاثة. يعني استخدم دورة سلسية عشان اتفادى الامراض وتدور المحصول. النقطتين دول نقطة اتكلمنا في دوار الشمس وتكلمنا في السمسم. انه ما نفعش ازرع السنة دي سمسم وجه ازرع السنة جاء سمسم. او ازرع السنة دي عباد او دوار الشمس والسنة جاء دوار شمس. لا لازم استخدم دورة سلسية. يعني بعد ثلاث سنين اقدر استخدمه عشان اتفادى الاصابة بالامراض اللي بتكون متخصصة في المحصول. نقطة بتيجي علل كتير في اسئلة الامتحان. انا انتقل مع بعض الى طرق زراعة السمسم. اقدر ازرع السمسم عفير على خطوط بمعدل 14 خط في الاصابتين. والزراعة بتكون طبعا في جور على مسافات 15 سنتي ما بين الجورة والتانية. اقدر ازرع عفير في سطور بحرات وبزحف وبعمل الزراعة بس بآلات التشطير. المسافات بتكون طبعا من 35-45 سنتي بين السطر والتاني. المسافة بين الجورة داخل السطور من 15-20 سنتي. بعد كده بغطي وبعمل عملية الرأي. كمية التعاون لازمة لزراعة فدان واحد عشان ازرع فدان واحد من السمسم. بحتاج بما ان البزرة حجمها صغير جدا وخفيفة. ف3-4 كيلو جرام بزرة بتكفي لزراعة فدان حسب طريقة الزراعة. وفول الصوية لو نفتكر الرقم ده بقى بيتحط جنبه صفر. كان الفدان عايز من 30-40 كيلو جرام في فول الصوية. لكن هنا في السمسم الحربية صغيرة جدا جدا عن فول الصوية. فبحتاج 4 كيلو جرام فقط لزراعة الفدان الواحد. وهنا احنا كمزرعين بنخلط البزور دي برمل. عشان اضمن انتظام توزيع البزور. لان لو هستخدم البزرة بس بأيديها بينزل من ايدي كمية كبيرة جدا. يعني تخيل الجورة الواحدة هيطلع فيها من 10-20 بزرة او نبات. وهتعب كده بعد كده في عملية الخف. فلازم اخلط البزور دي برمل بنسبة 50% 50% عشان ايدي فيها الحفنة من الرمل والبزور. وانزل كمية فهينزل كده كده فيها بزور في قلب الجورة. وكده كده هعمل عملية خف. فعملية خلط البزور بالرمل دي عملية زراعية مهمة برضو. اللي هيزرع سمسم لازم يعملها. لان ما يستهلكش كمية تقاوى كبيرة وقت الزراع. طبعا لازم اعمل التقاوى بالمطهرات الفطرية قبل الزراع. زي ما اتفقنا مع دوار الشمس. بعمل معاملة بالمطهرات الفطرية قبل الزراع عشان هتفاضل اصابة بالامراض الفطرية. في الزراعة الآلية طبعا الكمية الاربع كيلو هتقل شوية في حالة التصطير. يعني اثنين كيلو او اثنين كيلو ونص من البزور هتكون كافية لزراعة الفدان. عملية العزيق عملية مهمة بنعملها قبل الخف. وبقررها حسب الحاجة يعني هل في حشائش او مفيش. ما بين الخطوط والسطور بغرض ان انا اتخلص من الحشائش. الخف بيتم مرة واحدة طبعا لما النبات بيكون حقق ست ورقات حقوقية. بسيب نبات واحد في الجورة والخف في السطور بيكون على مسافات عشرة سنتي. يعني ايه موضوع الخف ده نركز فيه في السمسم. لان كل جورة كده كده هيطلع فيها كمية كبيرة من التقاوي. خصوصا بعد ما عملتها معاملة فطرية وخلطتها برمل. هبتدي اول ما النبات يديني اوراق حققية ست ورقات او من اربع لست ورقات. يعني النبات بقى بارتفاع 30-40 سنتي. ابتدي اترك نبات واحد واتخلص من باقي النباتات الضعيفة. ولكن لازم وانا بخف اعمل عملية تكبيس علشان خاطر كمية النباتات الكبيرة اللي انا هشيلها دي. هتهز النبات الوحيد اللي انا هتركه. هيتعمل خلخلة. الجدر طبعا لو طالوا هوا او خلخلة البدرة هتموت. فلازم اعمل عملية تثبيت للنبات اللي انا ناوي اتركه في الجورة الوحدة. وياشيل باقي النباتات الضعيفة اللي موجودة معايا في الجورة. ده بالنسبة لعملية الخف لما يكون النبات طلع معايا ست ورقات حققية. لو انا زارة على سطور سرسابة مثلا بعمل مسافة ما بين النبات والتاني 10 سنتي. بعمل مسافة 10 سنتي ما بين النبات والتاني في السطور. نشوف مع بعض تسميد السمسم والركز فيه. في الأراضي الأديمة بحتاج حوالي 20 متر مكعب سمات بلدي قبل الحرط طبعا. وبضيف عليهم سوبر فوسفات قبل الزراعة زي ما اتفقنا. دي قاعدة في محاصيل البزور الزيتية. بضيف سوبر فوسفات أثناء تجهيز الأرض للزراعة. في الأراضي الأديمة بضيف 50 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم بعد الخف و 30 وحدة أزوت. 30 وحدة أزوت دي اقدر اخذها من المسميات اللي احنا شايفينها. يعني لو انا بستخدم نترات النشادر كمسمة اجاري نترات النشادر عارفيني نسبة نتروجين فيها أو الأزوت 33 في المية. فالمية كيلو جرام نترات هقدر اخذ منها 30 وحدة أزوت. طيب لو انا بستخدم سلفات نشادر اللي هي 20.6 من 10 في المية. يبقى انا محتاج 150 كيلو جرام عشان اخذ 30 وحدة أزوت. 200 كيلو جرام نترات الجير هتديني 30 وحدة أزوت لان نترات الجير فيها الأزوت بنسبة 15 في المية. المهم ان انا اسمد أزوت 30 وحدة ايا كان المسمى من العناصر دي بستخدم اي كيموة منها. على دفعتين الاولى بعد الخف والتانية بعد اسبوعين من الاولى. في الأراضي الجديدة بسمت برضو 20 متر مقعب سمت بلدي قبل الحر. بس السوبر فسفات بزوده الطاقطين 200 كيلو جرام قبل الزراعة. في الأراضي الجديدة لانها فقيرة أيضا بضيف 50 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم بعد الخف. والأزوت تهزيت نسبة الأزوت من 30 ل 45 وحدة برضو بأي شكل من الأشكال اللي موجودة في السوق. على ثلاث دفعات الاولى عند الزراعة التانية بعد الخف والتالتة بعد اسبوعين من التانية. رأي السمسم. احنا اتفقنا ان دوار الشمس وفول الصوية محاصيل حساسة للمية. طبعا كذلك السمسم. السمسم يعتبر من محاصيل الحساسة للرأي. وفيه مثل دارك بيقول ان السمسم لو شاف خياله في المية يموت. ليه لانه حساس لموضوع المية. هنشوف مع بعض ايه الأسباب. زيادة الرطوبة بتؤدي الى الاصابة بالزبول. فيجب الراي ان يكون على الحامي. يعني كمية ماي كبيرة في وقت قليل. واروي على فترات كل 12-15 يوم حسب نوع التربة. الحشائش ومقاومتها في محصول السمسم كمحصول صيفي. تنتشر ايضا الحشائش الحولية الصيفية زي الشبيت وبرقبة والرجلة. وبعد الحشائش المعمرة زي العليك والنجيل والسعد. بتتكون كلها بعمليات العزيق مرتين عشان اقدر اتخلص من الحشائش. وعشان ادعم النباتات في قلب الارض. وايضا بستخدم مبيدات حشائش موسى بيها مع الحشائش المعمرة. عندي بعض الظواهر الضرة بتظهر معي عند زراعة محصول السمسم. ولازم اتغلب عليها. طبعا علشان اتغلب عليها لازم انا هكون فاهمها وفاهم اسبابها. تعاني نشوفوا مع بعض ايه بعض الظواهر دي اقدركها a good ś عشان اقدر اتفداها او متحصلش معي في وقت زراعة محصول السمسم. تعاني نشوف اول مشكلة بتحصل معي وهي انخفاط نسبة الانبات وتكشف. زراعة الغيت بتاعي وعند انخفاط ف نسبة الانبات. ايه الاسباب اول حاجة ممكن يكون زرع زراعات عميقة يعني البزرة هي اصلا صغيرة جدا فانا جيت في الجورة بتاعتي غوطت او ردمتها بكمية تراب كتير فالبزرة الصغيرة الحاكمة دي اندفنت تحت مع الري هيحصل ايه مش يحصل انبات في البدرة دلوقتي مش قادرة تقوم وتطلع بسبب العمك فالزراعات العميقة بتقادل انخفات نسبة الانبات ده خاصة في الاراض التقيلة ايه تاني ممكن يؤدل انخفات نسبة الانبات الخدمة الغير جيدة احنا قلنا لازم اضيف سوبر فوسفات في خدمة الارض اثناء خدمة الارض للزراع لانه بيعمل تفكيك للتربة فلو انا عند الاراضي القديمة او الاراضي التقيلة كبسة البزرة دي لما تنزل تحت في الزراعات العميقة هيبقى صعب جدا انباتها ايضا عدم استواء سطح الارض نفهم موضوع ان تستواء سطح التربة ده عند الضيبق فلو انا عندي الارض مستوية استواء كويس فكمية المية هتبقى متجنسة في كل الاماكن في كل الجور فيحصل الانبات بالشكل المناسب لو انا عندي بقى فين خفاضات وفيه ارتفاعات المكان اللي فين خفاض في الارض نتيجة عدم استواء سطح التربة هيحصل ان فيه المية متكومة كتير او كمية المية هتبقى كبيرة كمية المية الكبيرة ده مع نبات حساس للمية زي السمسم بتخنق البزرة فبيحصل لها موت او حتى لو بعد الانبات البدرة دي هتتخنق وتموت فحالة عدم استواء الارض دي مشكلة كبيرة جدا بتسبب لي انخفاض للانبات او نسبة الانبات بشكل عام وبالتالي الانتاج هيقلم فناخد بالنا في الزراعات الارض التقيلة لو انا مش خادم الارض كويس هيحصل انخفاض لنسبة الانبات لو الارض قديمة وانا ما عنديش استواء لسطح الارض وفي مناطق منخفضة جديدة هيتكون فيها المية المية الوحدة هتخنق البزور ومش يحصل انبات دي نوعات ناخد بالنا منها وراية الزراع لو كانت راية غزيرة في الاراضي الطنية هيحصل ان انبات السمسم عندي هيكون ضعيف جدا لان السمسم احنا لازم ندرك ده محصول او نبات حساس للمية تاني مشكلة معايا وبعض الاخطاء اللي احنا بنشوفها او الظواهر باجي انزل الغيط عندي الاقي حصل زبول لنباتات في الغيط زبول لنباتات في الحقل ده بيتسبب عن تكرار زراعة السمسم في نفس الارض احنا اتفاقنا ان ما انفعش ازرع السمسم سنة ورا سنة لازم استخدم دورة سلاسية او ينتج عن عدم معاملة التقاوي بالمطهرات الفطرية احنا اتفاقنا لما اجي ازرع لازم اعامل الثلاثة اربعة كيلو دول بالمطهرات الفطرية عشان ما احصلش امراض فطرية ينتج عنها زبول لنباتات او ناتج عن الري الغزير او الري وقت الظهيرة دول حكتين يعني اغاية في الاهمية فزبول النباتات في الحقل دي ظهرة انا لازم اكون عارف اسبابها ما انفعش اروي وقت الظهر او اروي ري غزير عشان النبات البدر اللي ربنا كرمني بعدما البذر انباتت وطلعت وطلعت نبات حلو ان يحصل له زبول بعد كده فلو رويت في وقت الظهيرة ارتفاع الحرارة او رويت ري غزيرة النباتة يحصل له زبول ما اهتمتش وقت الزراع بمعاملة البذور بالمطهرات الفطرية النباتة يحصل له زبول قررت زراعة السمسم يعني انا زرع السنة اللي فاتت سمسم حاجة ازرع السنة دي السمسم النباتة يحصل له زبول فالظاهرة دي زهرة يعني ضرة بتازيني انا كمزارع لو انا مش فاهم اسبابها فإحنا بنشرح أسبابها عشان أنت تبقى واعي وتتفداها فبالتالي ما تقعش فيها ثالث حاجة انفراط البزور عند الحصاد دي برضو ظاهرة يعني مش حلوة للمزارع وبيخسر محصول كتير بسبب انفراط البزور لأن البزور السمسم بزور السمسم لما تنفرد صغيرة حتى مش هينفع عن الامها فانفراط البزور عند الحصاد ده نتيجته أو سببه تأخير الحصاد عن الموعد المناسب فأنا لما أجي بتعامل مع السمسم لازم أكون أعارف إمتى هحصد السمسم عشان انفراط البزور عند الحصاد ده هيتسبب لي مشكلة طب العيوب التجارية لمحصول السمسم يا طرأ إيه هي العيوب التجارية لمحصول أنا خلاص حصدت المحصول بتاعي وفي بعض العيوب زي أجي ألاقي المحصول بتاعي في أصناف مختلفة في أصناف بزرة لونها أبيض وبزرة لونها أحمر ده لما أجي أتاجر وأبيع تترفض أو سعرها يقل فدي ده عيب تجاري وجود بزور ضمرة أراء الجنين ما تكونش بشكل كويس البزرة ضمرة مش مكتملة من حجمها مش مناسب وجود بقية نباتات بالمحصول دي كلها حاجات عيوب تجارية بتظهر معايا في السمسم علامات النتج والحصاد في السمسم أنا عايز أحصد الغيب بتاعي أولا السمسم بيمقص في الأرض من 3 ل 4 شهور حسب معادة الزراعة والسطنف والزروف الجوية علامات النتج طبعا الأوراق بتسفر وبتبتدي تسقط والأورون أيضا بيبدأ عليها اسفرار وبيتم الحصاد بتقطيع النباتات من فوق سطح التربة ولو يفضل تقليع النباتات بجزورها هنا في السمسم ناخد بالنا علشان الجزور لو أنا قلعتها هيبقى فيه رمال كتير تلتسك بحبيبات البزور نفسها وده هيقلل أو يبقى فيه عيب تجاري للسمسم بعد ما بأحصد السمسم عندي بربط السمسم زي ما شايفينه في الصورة كده في حزم بنقلها للجرن وبرصها بشكل هرمي لمدة 15 يوم بعد كده بقلم الحزم بتاعتي إلى الأسفل وأنا فضها على مفارش وغرب للبزور زي ما احنا شايفين وبعد كده المحصول اللي بيطلع بعد الغربلة بعبيه ويبخزنه والفدان بيديني من 3 ل 6 أرداب بزرة للفدان وزن الأرداب بيكون 120 جرام وبكده محصول السمسم تاني محصول درسناه في حلقة اليوم نراجع سريعا كده بعض النقاط احنا بس ناخد بنا لما بنحصد وبيكون موجود في شكل هرم بعد الخمسشار يوم طبعا لازم النبات يكون واقف الكمته فوق الكابسولة دي هي لشايلة البزور هي لشايلة البزور فطبعا بعد الجفاف انا في وقت الحصاد بجيب مفرش كبير واجي الحزمة اللي انا مقافة شكل هرم دي العدان بتاعت السمسم اقلبها ومع التنفيذ والتخبيط ببساطة كده بيبتدي كل كابسولة تفضي البزور بتاعتها بعد كده بعمل عملية الغربلة ويوديها لأعبيها واخزنها فالنقاط الهمة اللي لازم نشوفها في السمسم او ننتبه ليها طبعا هو محصول زيتي صيفي بيتبع العائلة السمسمية الزيت الناتج بيستخدم في تغذية الانسان بيزرع في جور على خطوط يناسبه الأرض الرملية والأراضي الجديدة يسمت بالسبر فصفات طبعا اثناء تجهيز الأرض للزراعة ويضاف السماد الأزوتي بعد الخف على دفعة واحدة او دفعتين الزيت الناتج يزمى بزيت السيرجي دي نقطة غاية في الاهمية كموضع سلف الامتحانات بيزوره طبعا بتتكون في قرون والحصاد بيتم بيئة تقلية انتبه هنا ما انفعش اتأخر في حصاد السمسم منع للإنفراط وفقد المحصول لان عشان كده بربط نباتات السمسم بعد التقليع وبرصها لشكل هرمي باتجاه القرون إلى أعلى وبكده درسنا احنا في حلقتين الحلقة الأولى والحلقة التانية تلات محاصيل من محاصيل البزور الزيتية اخذنا دوار الشمس في الحلقة الأولى وحلقة اليوم درسنا فول الصوية والسمسم كأحد أهم محاصيل البزور الزيتية إلا أن نلتقي ونكمل باقي محاصيل هذا الباب بنعمة ربنا انتظرونا في لقاءات جديدة ونراكم على خير وبخير أشكركم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة